زيد من القراءة في عام ناجح ترقصة مصر خلال الاتحاد الافريقي بينضم لنا في ستوديو اليوم السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجي الأسبق أهلا بك سيد 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 يعني يمكن دي المرة الرابعة اللي بتترقص فيها مصر الاتحاد الافريقي بقراءتك ايه لهذا العام الناجح وبشهادة كل الزعماء في الدول الأفريقية وإشادتهم بالجهود اللي قامت بيها مصر خلال هذا العام رابعة ليك انت مذكر بتقول المرة الرابعة لأن كثيرين بيقولوا المرة الأولى كاتحاد الافريقي لأن قبل كده كنا منظمة الوحدة الافريقية ففعلا دي رابع مرة ترأس مصر المنظمة وده يدل على وزننا لأننا بتحسيمي بعدد الدول وعدد السنين مفروض كنا ناخد مرة لأن في 51 دولة فده يدل للتقدير الافريقي لمصر مش النهاردة أنا رحت مثلا دولة مملكة اسمها سوازيلاند سوازيلاند الجوز كده من جوه الجنوب الافريقي وقابلنا المالك رحمة الله عليه أيام الرئيس السادات وبيورعون المنشورات اللي بيعملوها عن نفسهم عن السياحة يتفخروا أن أصولهم فرعونية لو رحت غرب افريقيا وأنا كنت سفير في الكاميرون يتفخرون أن لديهم قبائل ذات أصول فرعونية الفرعنة مشوا بالسفن في شرق القارة وغربها وطريق الثالث ان ركبوا النيل وصلوا لنهاية النيل ودخلوا على القارة فالبسألة مش بنت النهاردة حمد علي باشا وفتوحات النيل واكتشافات النيل ثم التألق الكبير جدا جمال عبد الناصر كلمة جمال عبد الناصر في إفريقيا ما ذلت لها خيمة كبيرة جدا كيف جديدا على مصر أن تكون هي الدولة الرائدة وبتدفع القارة الأفريقية لك بذلك أنا شوية عاوز الإعلام المصري يتعاطف معنا شوية ويقلل من المبالغة في أن في دول أخرى تقود القارة لا متأسف أنا هقول حاجة تعرف الصفر بيقولهم صدقات دايما فأنا كان مثلا سفيرة الولايات المتحدة في البلد اللي أنا فيها تطلبني ويسألني عن الناحية الثقافية دي لما أعزم ناس على العشاء وعمل كذا 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 ده بالنسبة ده صح ولا غلط لأن إحنا الأكثر فهمة أن نحن جزء من ثقافة القارة البروتوكولات الرسمية يعني لا ده بالعكس العادات والتقاليد إحنا أكثر فهمة لها وبعدين مصر عملت حاجة كويسة وطورتها وهي الصندوق المصري التعاون الفني في إفريقيا كان عندي سبعين مصري تدفع مصر مهاياهم ويقدمون كل العون خدي الناحية الثقافية الأظهر الشريف يستضيف عشرات الألاف يمكن أربعين خمسين ألف طالب من إفريقيا وأنا عملت تجربة لطيفة لما كنت سفير قلت هتقولي أسماء الناس اللي تعلمت في مصر فجابنا خمسين سستين اسم يا الله اللي منهم بقى نائب رئيس وزارة واللي منهم بقى مش عارف مدير المطار رؤساء وزعماء في دول العالم المختلفة مش بسة في أفريقيا منهم طيب سيد سفير إذا ي بتقيم العمل المصري الخارجية المصرية وقيادة السياسية المصرية خلال العام كامل مصر قدرت من خلاله أن هي تحقق فارق في ما يحدث في القرى الأفريقية بشكل عام ومشاركة مصر الخارجية كمان كنت حتى بتكلم قبل تشريف حضرتك عن تيكات سيفن جي سيفن القمة الروسية الأفريقية القمة البريطانية روسية وغيرها من القمة المختلفة اللي شاركت فيها مصر وإدرت أن هي تغير كمان من منظور العالم تجاه القارة ومواردها وشبابها طبعا أنا فخور بالديبلوماسية المصرية أنا أكتر من نصف قرن ديبلوماسي مصري وأقولك بأمانة شديدة أن كثير من كبار الديبلوماسيين لما يكلموا معنا يعلموا أن الديبلوماسية المصرية ديبلوماسية عريقة من أيام أحمس وأول معاهدة في التاريخ معاهدة قادش ده تاريخ بنعلمه للناس مش أنا لسه يعني فيه الميزة التقاليد بنعمل بناء على التقاليد فالديبلوماسية المصرية ينظر إليها أنها محضر خير ما لناش أطباع ما كناش دولة استعمارية في أي وقت فنيجي للفترة السنة بقى زي ما حضرتك تفضلت أن الرئيس في مدى أسبوعين راح توقي مرتين مر القمة العشرين ومر القمة التكاتف النص راح باريس لقمة السبعة طلع روسيا نزلت بكين الأمم المتحدة بعض برضو عاوز أدي للمشاهد بعض مش بيداخد بالنا منه هو إيه اللي يخلي الرئيس يروح الرئيس وهو في الأمم المتحدة أربعة أيام عمل خمسين مقابلة لو هو عاوز يقابل خمسين رئيس دولة ورئيس وزراء يقعد كم شهر دول عشان يعملهم في مصر فبتروح المكان فيه كل هذه التجمعات بتتخلصي النهاردة الكل بيشهد بإن الرئيس أقدم على هذا القرار الكريم وراح أدي صبابه رغم إن لسه ما خلصناش سد النهضة ومس سد النهضة كون إن رئيسة جمهورية الحبشة تطلع له وضروري ضروري شربوا في إنجال قهوة وقالوا حاجة تقرب المسافات لأن كلنا معتقدين اللي بحثوا ملف سد النهضة ده أحد المزائل من أخدها نجد إن ما فيش خلاف فني أوي الأصول إن يعني النعرة السياسية تخف شوية ونتعامل كأشقاء ثم تسليمه للرئاسة لجنوب إفريقيا جنوب إفريقيا دي دولة يعني كانت تكون دولة أوروبية على فكرة من ناحية التقدم ثم التفكير في طريق يربط الأسكندرية به جوهانسبرج كم دولة الرئيس غطاهم بهذا الشكل أنا معجب بيه في نقطة برضا لنقرب المعنى أو المشقة راح غينة الاستوائية غينة الاستوائية كنت السفير فيها بس كنت سفير غيره مقيم ليه غيره مقيم كان مسحيل تقيم ما فيش أي إمكانيات للإقامة في غينة الاستوائية كان على وقت ولما رح مرة جربتها يومين في ما يسمى لو كان ده يعني مش ممكن فالرئيس كانت ترخيره رئيس الجمهورية كان لما يستدعيني أقيم في قصر الرئاسة والإمكانيات ضعيفة جدا الرئيس راح وخدمها برهين محلب وبانينا صفار نعم سيادة سفير يعني العديد يمكن الحركة بتحكي ده موجود في دول مختلفة في القرى الأفريقية نظرا لعدم استغلال الموارد المتاحة وأيضا الكوادر البشرية الموجودة لو تكلمنا خلال سنة عدت سنة نكحة بامتياز حقيقة رأست فيها مصر الاتحاد الأفريقي كان فيه إنجازات على مستوى الاقتصاد على مستوى البنى التحتية نوح السياسية والأمنية بالضبط لو حبينا نستعرض ده في نقاط عشان ما نلخبطش حد أنا عندي ملفين أنا عندي ملف ملف سياسي وأمني وملف اقتصادي واجتماعي ويمكن ثقافي كمان فالملف السياسي والأمني كان بيتكلم على المبادرة هي اللي بانت وقف إطلاق النار القاء السلاح اسكات البنادق اسكات البنادق أدي واحدة إن بنقرب المسافات بين كل أطراف أي نزاع في القارة الإفريقية وأخطر ما يهدد أي بلد إن يتنازع أهلها لغاية ما يتنازع أهلها دي ماشي يقدروا يصفلوا مع بعض لا كل طرف بيستعين بطرف أجنبي فتدخل الأجنبي في القارة سواء بدول أو بجماعات إرهابية دي كارثة فهنوقف ده كل فده الملف الأهم أيضا يخرج من هذا الملف إن إحنا ملتزمين مصر ملتزمة في كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بمحاربة ما نسميه دوليا الجريمة المنظمة إيه هي الجريمة المنظمة؟ الإرهاب الهجرة غير المشروع غسيل الأموال وتجارة المخدرات الأربع جرائم دي كل واحدة بتخدم على التانية اتحار بواحدة بتأثري في البقية الهجرة غير الشرعية ملس اشتغلت عليه مصر بشكل يعني كبير جدا سهمت في توفير فرص عمل جزء استثمارات ده الاتحاد الأوروبي مرات عديدة يشيد بأن مصر اللي حضرتك أظن لما تمشي في شارع مصر تكتشفي وجوه نستضفها من كافة البناطق عندي يمكن ملايين السودانيين عندي مئات الألاف من سوريا عندي من فلسطين عندي من لبنان عندي من كل البلدان اللي فيها مشاكل سواء في إفريقيا وغيرها ومع ذلك لم نشكوا ما اعتبرنا همش لاجئين ما لاجئناش الأمم المتحدة أو منظمة غاوث اللاجئين مثلا مصر دولة مضيفة من مقدسين الآبا شوف الفرق بيننا وبين معلش مع كل احترام تركيا تركيا بالعكس بتهدد الأوروبيين إذا بكوتوش مش تعملوا وتعملوا حسيني الهجرة تهل عليكم وشي ده بموقف مصر في هذا دول على بعض كده الملف السياسي الملف الاقتصادي بقى نجاح باهر لأن أنا أذكر يعني تاريخ طويل في حياتنا في السلك الدبلوماسي بنحاول نقنع الاتحاد الأوروبي تحديدا أنه يقبل بما نسميه التعاون المثلثي تريبارتايت كوبوريشن يعني تعالوا نستثمر سواء في إفريقيا بأرض إفريقية وإمكانات إفريقية بالخبرة المصرية وأنا عندي خبرة قديمة هيقولنا عليها وبالتمويل اللي جيلي من أوروبا ظلت أوروبا مترددة جدا لكن أعتقد يا سياد سفير بعد القمم المختلفة اللي شاركت فيها مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي الأنظار ابتدت تتجه إلى فمتيجة هيك في أغسطس الماضي وزيرنا سامح شكري هو في اجتماعه مع الثمانية وعشرين وزير خارجي أقروا مبدأ أن أوروبا تيجي تساهم في التممية الأفريقية المنافسة هتكون على أشدها في السنوات القادمة فيما خص في اجتثمار في القارة وحصل في الصين حصل في روسيا حصل في اليابان قلنا حصل في برلين حصل في باريس حصل في بريطانيا طيب سياد سفير التحديات اللي لسه بتواجه القارة مصر السنة اللي فاتت يمكن يعني عملت مجهودات كبيرة هتساعد جنوب أفريقيا بعد تسلمها الرئاسة للعام المقبل لأنه كنت نقول مصر أثرت المسافة على دولة جنوب أفريقيا خلال هذا العام لكن ايه الملفات أو التحديات اللي مزالت بتواجه القارة وهتشتغل عليها جنوب أفريقيا إلى جانب طبعا مصر وكل الدول الأفريقية حاجات كتيرة منها السريع ومنها الآجل السريع جدا نكمل بقى منطقة التجارة الحرة أو السوق المشتركة لأن إلى الآن هي دخلة حيز النفاذ لكن اللي وقعها لها لوقتي 26 دول عاوزين لبقية الدول توقع اتنين مسألة فضل النزاعات حناستمر فيها مسألة جذب استثمارات محتاجين أوي يعني ندق هذا الجرس باستمرار ونذكر في كل مؤتمر ونشجع جنوب أفريقيا ناة وواصل الهضوف في هذه المؤتمرات ونساعدها وإعنا ما شاء الله بعثتنا على كافة الصعيدة ذات كفاءة تستطيع أن تساعد في نظام كمان مهم من نواحية الترويكا في التعمل للرئاسة الحالية والسابقة والقادمة دايماً حيبقى فيه اجتماعات ثلاثية بين مصر وإفريقيا يقول لحياتي بعد جنوب إفريقيا كل ده محتاج دي التحديات السريعة التحديات اللي أعاوز أطول نفس بقى ودي عشان أكون أمين في العرض على حضرتك أن نقول أن التحدي مش سهل أمامنا أشياء كثيرة في الأجل الطويل محتاجة أن نضبطها أولها البيروقراطية أما تسأل أي مستثمر عالمي أكثر حاجة بتدقيق في الدول النامية البيروقراطية لكن كمان تم إنشاء سندوق مخطر الاستثمار للتسهيل على المستثمرين وجذب وحل مشاكلهم وما إلى ذلك البيروقراطية بطيئة بتضيع وقت كتير اتنين النظام المصرفي مازال محتاج إلى دفاعات كبيرة جدا وإحنا عندنا ما شاء الله بنكنا المركزي وصل يتبنى اللي بيسموه كفاءة بازل واحد وبازل اتنين وبازل تلاتة اللي بي ننقل الكفاءات دي كما أشرت بنك لضمان للستثمارات عندنا بنك لضمان الصادرات كل ده المفترض إنه هيتم استكمال العمل عليه العمل المقبل أنا بعتذر المقاطعة بسنة الموصلات عاوزة شغل كتير جدا بتالبنية التحتية بكل تأكيد عايزة أسأل حقيقة عن القضايا الفلسطينية السيد الرئيس عبد الفتاحة سيسي تطرق إليها في كلمته النهاردة يمكن كانت من القضايا الرئيسية اللي بيحملها السيد الرئيس ومصر بشكل أساسي على عطيقها شفت إزاي كلام السيد الرئيس لا واحد من العلامات البارزة في نجاح الديبلوماسية المصرية والعربية هي فلسطين في إفريقيا إيه اللي يخلي إفريقيا تنحاز لفلسطين وتقطع على قطب إسرائيل منذ سنة سبعة وستين وتلاتة وسبعين من أجل مصر وفلسطين وإن رئيس فلسطين يرسل برئيس وزراء فلسطين نهاردة أحد الذين تكلموا هي فلسطين إفريقية لا إنما من أجل عيون مصر الإفريقية العربية خدنا أهم قضية عربية من أجل خطر مصر ودخلت دائما موجودة على أجندة إفريقيا وبالتالي طبعا ستظل إفريقيا معنا وأنا هنا برضو عاوز أنفي كل ما يقوله البعض من أن في دولة أخرى مسيطرة على المتأسف لما جئنا للجد واخدنا أصوات في الأمم المتحدة عن قضية القدس 136 دولة بدوكي صوته طيب أخيرا يا سيد سفير السيد الرئيس النهاردة دعا لقمة في القاهرة تصدفها القاهرة لإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب شفت ده إزاي في ظل بصراعات عديدة في القرى الأفريقية ودول بتعاني من تنامي لماعات الإرهاب ده مهم جدا لأن حضرتك دايما بتطلعي قرارات بشجب وإدانة التدخل وال 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 لكن ما يبقى أنا عندي حخش بقى لو حصل شيء في أي دولة جارة لية أو تهدد أمن القوم أنا حخش بقواتي تحت علم إفريقيا ما هيبقاش أنا داخل بطولي بقى فهنا حتبقى إفريقيا كلها بصمت بالعشرة والعصى لمن عصى ده مهم جدا ده مهم جدا بشكرك شكرا جزيلا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق بشكرك على هذه القراءة شرفتنا ونورتنا في اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين الكرام فاصل القصير وبعد الفاصل نلتقي مرة أخرى لاستكمال باقي حلقتنا وأخبارنا نهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر